مصر تتوقع زيادة رأس مال صندوقيا السيادي إلى تريليون جنيه بنوك لبنان تغلق أبوابها استجابة لدعوات الإضراب في التفاصيل توقع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي زيادة رأس مال الصندوق المرخص به خلال ثلاث سنوات إلى تريليون جنيه أو ما يعادل 62 مليار دولار من 200 مليار جنيه حاليا ويأتي تأسيس الصندوق مع إقبال المستثمرين على مصر خلال الأشهر الأخيرة بعد سنوات من الاضطرابات السياسية وتشجع المستثمرين بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها القاهرة بالإضافة إلى كشف غاز ضخم وتبسيط قواعد تنفيذ المشاريع وخفض قيمة العملة المحلية في مصر أيضا انطلقت فعاليات قمة مصر الاقتصادية الأولى لمناقشة التحديات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد ووضع رؤى وحلول لها قال المتحدثون أن القاهرة ضخت تريليون جنيه خلال الأعوام الأربعة الماضية باستثمارات عامة وفق مؤشرات وزارة التخطيط بحضور أربعين متحدثا من الخبراء وقادة الرأي في المجالات الاقتصادية بالقطاعين الحكومي والخاص خصصت قمة مصر الاقتصادية لمناقشة مستقبل مصر بعد خطة الانتهاء من الإصلاح الاقتصادي القمة بحثت رؤية مصر 2030 وأهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد المصري على مستوى قطاعات البنوك والاستثمار والصناعة والعقارات والتكنولوجيا والمعلومات في شركة كندية اخدت مشروع المونوريل في مصر وده مشروع ب4 مليار دولار ولمدة 30 عام هتبقى الشركة دي متواجدة ولو لا قوة هذا الاقتصاد وثقة المستثمرة الكندي أو الأجنبي في قوة الاقتصاد ده ما كانش يقعد ويستمر 30 سنة عندنا تحديات خاصة بالاستقرار في المنطقة عامة لكن مصر تعتبر الحمد لله واحة للاستقرار في المنطقة عندنا اهتمام كبير جدا من الدولة وتوجه كبير جدا من الدولة لدعم الاقتصاد الرقمي والدعم التحاول الرقمي وده حاجة ستمكن الاقتصاد المصري إن شاء الله أنه يعمل قفازات نوعية وأنه يوصل مكانا لاستحقاها بإذن الله تسعى مصر إلى إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة من خلال توفيد أكثر من 4000 مصنع ب13 محافظة للحد من الاستيراد وذلك بعد أن حققت مصر معدلات نمو غير مسبوقة عند 5.6% وهي الأعلى منذ عشر سنوات وطالة انخفضت 7.5% وده رقم ما حصلش منذ عقود ده بيأكد عن الاقتصاد المصري في سقة في الأداء بتاع المباشرات الاقتصادية الكلية في سقة في مستقبل الاقتصاد المصري وتدفق سواء استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة في المستسبر المحلي عنده خريطة من الفرص الاستثمارية الهامة خلال الفترة القادمة حققت مصر أعلى معدلات نمو فاقت معدلات نمو بالأسواق الناشئة والدول النامية في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% عام 2020 و6% عام 2024 يشهد الاقتصاد المصري تطورات خلال السنوات الأخيرة جاءت مدعومة بتعافي القطاعات المختلفة منها السياحة وصافي الصدرات وتراجع التدخم بالإضافة إلى كافة القطاعات المختلفة كريم شيخ الغد القاهرة ونبقى في القاهرة والتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو دكتور جهاد طعيمة أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا دكتور جهاد لنبدأ أولا بالحديث عن صندوق مصر السيادي 62 مليار دولار يمكن أن يصل عليها الصندوق خلال ثلاث سنوات بحسب تصريحات المدير التنفيذي للصندوق ما مدى إمكانية ذلك وكيف يمكن أن نتحقق إمكانية ذلك ده إن شاء الله تعالى المستهدف منها ده سهل جدا نتحقق عندنا في مصر بعض الأصول اللي هي موجودة ملك بعض الوزرات والهيئات غير مستغلة الصندوق بيعمل على استغلالها إن هو إما يطرحها في البورصة أو يطرحها شراقة وبالتالي هيقدر يحصل هذا المبلغ كان زمان الجهة المالكة ما كانش بتهتم بهذا الأصل لكن حاليا للتوجه السياسي الوقت حاليا لا محتاجين إحنا نبقى عندنا صندوق سيادي زينا زي الدول الأخرى يعني في 30 دول عندها 30 صندوق سيادي إحنا إن شاء الله دخلنا هذا المنتدى وفيه ده بيشجع إن إنت ما تخش في مشروع فيه تنمية مستدامة أو تنمية اقتصادية يخلي الشريك معاك مضطمت وربما هذا ما يدفعنا دكتور جهاد إلى الحديث عن آلية يعني إنشاء صناديق سيادية التي تلجأ إليها الدول مؤخرا بديلا أو إلى جانب احتياطياتها النقدية كيف تقيم هذه الآلية وأهميتها؟ ده ده يعني بص آلية مهمة جدا أولا أنت بتشجع عن مساس مر أجنبي بيقول له تعالى أنا هخش معاك شريك فهو بيخشه مضطمت لأن صندوق سيادي بيحكمه قواعد أخرى غير قواعد الحاكمة في الدول وبالتالي هذا الصندوق بيبصوله المستثمرين بنظرة إيجابية جدا وبالتالي هو بيغنيك أن أنت هتخش على احتياجاتك من القروض وبالتالي أنت شلت عائب كبير جدا على الدين العام بتاعك وبتقلله وبالتالي هو بيشجع نفس المستثمر يخش في المجالات اللي هو كان يبقى متخاوف يخش فيها وإنت كدولة محتاجها عشان تعمل تنمية مستدامة عندك وبالتالي أنت بتحقق الغرض من الاستثمارات اللي أنت عاوزها عشان ترفع معادلات نموه بتاعتك نعم الصندوق بدأ بمائتي مليار جنيه وكما قال المدير التنفيذي من المتوقع أن تصل إلى تريليون جنيه خلال ثلاث سنوات الموارد التي سيتم تغذية الصندوق بها من أين وفيما سيستثمر حضرتك إحنا لوقتي حاليا عندنا استثمارات موجودة في مصر الفترة اللي فاتت دي الأربع سنين اللي فاتوا مثلا شركة سيمينز شركة سيمينز دخلت مشاريع طاقة في مصر بتعادل 6 مليار يورو يعني 6 و 16 مليار دولار ده هتطرح لجزء منها 6% هيبقى مالك ليه صندوق السيادي والسبعين للمستثمر وهذه الطاقة اللي تطلع الدول اللي هتشتريها أو الدول الأخرى اللي احنا معاهم متفاقيات تبادل للكهرابة ده برضو هيبقى هيشجع أن انت مستثمر آخرين يخشوا فيها الاستثمراء الأجنبي في مصر كان تركيزه كله في البترول والغاز احنا الوقت عاوزين ننتقل من البترول والغاز إلى المصادر الأخرى للطاقة اللي هي الكهرباء وتنمية السياحة تنمية الصناعية فعاوزين شراكة مع الأجنبي قطاع الصناع عندنا محتاج الصناعات ضخمة جدا وعندنا أسس وقواعد الصناع عالية جدا بس محتاجة تطوير التطوير ده محتاج الصناعات كبيرة جدا فهذا صندوق السيادي حيوفر لمصر موارد تقدر تعمل بها تنمية الصناعية التي انت محتاجها وتنمية الصيحة التي انت محتاجها أو التنمية الشاملة التي انت محتاجها ربما ليس بعيدا عن هذه التصريحات لمدير التنفيذية لصندوق السيادي لمصر أن يأتي هذا المؤتمر الذي أشرنا إليه قبل قليل في التقرير عن قمة مصر الاقتصادية الأولى والذي تحدث عن أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة هما يدفعني إلى السؤال ما هي هذه التحديات بعد أن خضت مصر شوطن لا بأس به في برنامج الإصلاح الاقتصادي التحديات اللي بتقابل مصر هو إزاي تسق أو يسق فيك المستثمر الأجنابي لغاية النهاردة أو لغاية اليوم لسه أسمر الجنب المباشر عندك في مصر لسه ضعيف أنت تشجعه إيه؟ تشجعه إزاي بصندوق السيادي الموجود المؤتمر الاقتصادي اللي أنت هتقوم به ده بتوضح له خريطة الاستثمارية موجودة في مصر ما كانش موجود زي باني الكلام ده لا الوقت تبقى موجود أن المستثمر جاي وعارف هو يعمل إيه في وقت قد إيه والاستثماراته تبقى قد إيه ده كل ده بيشجع الاستثمار أن هو يجي استثمار مباشر لأن ده الاستثمار مباشر ده أهم عنصر في العملية الاقتصادية والتنمية الاقتصادية طيب المناخ الحالي مناخ الاستثمار تحديدا وخاصة بعد قوانين الاستثمارات الاستثمار الجديدة ما الذي ينقصه؟ ما بينقصهش المستثمر يحس بالأمان أي مستثمر لازم يحس بالأمان أول ما يحس بالأمان أنت كل المؤشرات أو كل الإجراءات المفروض الدولة تقوم بها أمد بها ولكن إحنا عندنا مراس قديم فكل المستثمر عشان تغير هذه النظرة ليه تاخد فترة من الزمن أما كدولة وإجراءات لا هي أخذ إجراءات كويسة جدا وعملت شوط كبير جدا اللي هي تسهل المستثمرين هم ييجوا وما برضو إحنا لازم برضو نبص حوالينا أي مستثمر بيشوف البيئة اللي حواليه إيه أولا نبقى فيه استقرار سياسي واقتصاد أمني ولكن إحنا مصر محاطة من كل النواحي بأوجه عديدة من الحروب اللي حوالينا فبتالي المناخ ده بيقى طارد شوية المستثمرين المستثمر دايما بنقول هو ما بيغمرش دايما عاوز يحافظ على راس ماله فهو بيخش في راس المال اللي هو ضامن هو هيبقى عائد ليه فلما نقول إن الدولة بتضمن له كده اللي هيجي وهيشتغل إن شاء الله يعني بالفعل قام برنامج الإصلاح للتصادي في مصر خلال السنوات الماضية على الأقل بتذليل عقبتين أمام الاستثمار الأولى هي مسألة ثبات سعر الصرف إلى حد ما الجنيه مستقر أمام الدولار لم يكن يرتفع أمامه والأمر الآخر هو سهولة التخارج أو يعني تحويل الأموال في حال الأرباح إلى آخره فما الذي تبقى للمستثمر الأجنبي حتى يأتي ويطمئن إلى مناخ الاستثمار في مصر الشريك وعاوز الشريك معاه عاوز الشريك عشان يبقى ضامن هو جاي ما فيش ألأ هو واثق أصلا في القدرة السياسية واثق في الإجراءات الاقتصادية ولكن عاوز دايما راس المال بيبقى عنده بتخوف فمن تخوفه عاوز يبحث بالأمان بدأ أمانه في بلد اللي هو ريحها في وجود الشريك اللي هو يقدر المحلي وشريك المحلي لما تعمل صندوق السيادي بيقولك تعالى أنا شريكك المحلي فمش هدخلك في حاجة وانا خسرهم فيها شكرك شكرا جزيلا دكتور جهات طعيمة وسادل اقتصاد بجامعة مصر العلم والتكنولوجيا شكرا جزيلا تحت أمرك حسن بي قال رئيس اتحاد نقابات موظفي مصارف لبنان جورج الحاج إن البنوك في العاصمة بيروت ومناطق أخرى مغلقة اليوم الثلاثاء بسبب إضراب وأضاف الحاج أن ماكينات الصرف الآلي ستزود بالنقد ودعا الاتحاد الذي يمثل أحد عشر ألف معظف إلى إضراب أمس الاثنين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة مشيرا إلى احتجاجات ضد بنوك ومطالب العملاء بسحب الوداء وتفرض البنوك قيودا على السحب بالدولار والتحويلات إلى الخارج جولتنا في السوق ما زالت معكم مشاهدين الكرام من القاهرة متواصلة وفيها نتابع بعد الفاصل السودان يصدر قرارا جديدا بشأن ممارسة الأجانب للتجارة أهلا بكم من جديد في السوق قالت شركة أرانكو السعودية إن اكتتاب الأفراد سيكون عند الحد الأعلى للنطاق السعري وأضافت الشركة أنه يجب أن يحدد كل مكتتب فرد عدد أسهم الطرح التي يكتتب بها على أساس سعر محدد للطرح المقرر إعلانه في السابع عشر من نوفمبر الجاري أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في السودان قرارا منعت بمجيبه الأجانب من ممارسة التجارة وحضر القرار غير السودانيين الحاملين للجنسية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في مجالات إجراءات الصادر كافة إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة علاوة على منع الأجانب من الوجود بالأسواق المحلية أو ممارسة عمليات البيع والشراء مباشرة أو عبر وسيط محلي وأكد القرار تعريض المخالفين للمساءلة والمحاسبة بموجب القوانين واللوائح المقيدة وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من الخرطوم المحلل والاقتصادي عاصم إسماعيل سيد عاصم لماذا أقدمت السلطات السودانية على اتخاذ هذا القانون أو هذا القرار في ذلك التوقيت بسم الله الرحمن الرحيم شكرا جزيلا على الفرصة أنا أفتكر أنه هناك ضغوط كبيرة جدا من قبل المصدرين السودانيين والمستوردين في آن واحد ضغطت على وزارة التجارة الخارجية حتى توقف التجارة الأجانب الغير سودانيين بالخروج من القطاع التجاري في السودان نسبة لأن هؤلاء التجارة الأجانب يعني يدخلون بضاعي إلى السودان بأسعار رخيصة جدا لأن تكلفة التمويل التي يتحصلون عليها من الخارج هي تكلفة قليلة جدا مقارنة بالتكلفة الداخلية مما يشكل تنافس حقيقي بالنسبة للتجارة السودانية الداخلية أو حتى المصدرين الداخليين ولذلك أنا أعتقد أن هذا القرار له إيجابيات وله سلبيات من السلبيات أنه يمكن أن يرفع أسعار السلع السودانية في الداخل أو المستورد من الخارج إلى الداخل ومن الإيجابيات أيضا يمكن أن يكون سودنة القرار السوداني يحتاج أيضا إلى مسألة قرارات أخرى يعني يجب أن تتخذها وزارة الصناعة فيما يتعلق بمسألة تكلفة الإنتاج بالنسبة للإنتاج السوداني المحلي وفيما يتعلق بأيضا مسائل الضرائب والرسوم المفروضة على الصناعة السودانية أموما التي تصدر إلى الخارج ولذلك أعتقد أن وزارة التجارة الخارجية أو وزارة الصناعة تسرعت كثيرا في اتخاذ هذا القرار قبل أن تلملم أطرافها فيما يتعلق بمسألة بعض المشكلات التي تعيق الساطرات السودانية لأن السودان يعني يصدر بعض السلع إلى الخارج وهي ليست سلع ذات قيمة حقيقية بالنسبة للخارج باعتبار أن تكلفتها عالية جدا إلى أي مدى تتوقع رد الفعل من المستثمرين الأجانب أو من الذين يمارسون التجارة من الأجانب على أرض السودان في المرحلة الحالية وما العواقب التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكل للبلاد أنا أفتكر أن هناك بعض الإشكاليات متواجدة أيضا في قانون الاستثمار يجب على الحكومة السودانية أن تراجع أيضا قانون الاستثمار الذي يعطي حق بعض المستثمرين في العمل داخل السودان فيما يتعلق بالتجارة صادرا أو واردا ولذلك هذا القرار يمكن أن يلقي بأعباء سلبية على الاستثمار ككل في السودان إذا لم تراجع وزارة التجارة والصناعة هذا القرار وتضع ضوابط واضحة وقوانين ولوائح منظمة للعمل التجاري بالنسبة للأجانب في السودان إذ أن منع الأجانب العمل في السودان هو يمكن أن يشكل خطرا أيضا على مسألة انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية والسودان الآن أيضا عضوا في الكوميسا وعضوا في بعض الابتفاقيات التجارية يمكن أن يؤثر أيضا على مسألة تحرك السودان في هذا الاتجاه العالمي ولذلك على وزارة التجارة عليها التنسيق مع هيئة الاستثمار وكافة الوزارات الاقتصادية الموجودة في كيفية إخراج هذا القرار أو مراجعة هذا القرار حتى يعطي المستثمر الأجنبي حتى لا يفقد حظه في الاستثمار في السودان حتى لا ينفر كثير من المستثمرين القادمين في ظل المرحلة الحالية لماذا لم تتخذ السلطات قرارا بديلا مثلا بدعم المصدرين أو بدعم المستوردين بدلا من أن تحضر الاستيراد والتصدير عن الأجانب في البلاد الحكومة السودانية الآن ليس لديها مورد نقد أجنبي بنك السودان يعاني كثيرا من مسألة توفر النقد الأجنبي ولذلك فإن كثير من المصدرين يلتفون حول السوق الموازية في الخارج للحصول على نقد أجنبي حتى يستطيعون توفير مدخلات خارجية لاستيراد بعض السلطات ولذلك أعتقد أن الحكومة السودانية هي مجبرة الآن لكي تترك هذا النشاط التجاري للتجار وتلملم أطرافها في كيفية يعني معالجة الإشكالات التي يعاني منها كثير من المنتجين وكثير من المصدرين نحن نعلم جيدا أن كثير من العاملين في الحقل صادرا أو واردا تركوا السودان وذهبوا إلى دول أخرى حتى يمارسوا نشاطهم نسبة لأن هناك وفرة كثيرة جدا فيما يتعلق بموارد النقد الأجنبي ولا توجد عقبات كما توجد في السودان ولذلك المأمول مستقبلا أن الحكومة تشير إلى مكامن الخلل حتى نصل إلى معالجة حقيقية طيب إلى أي مدى يمكن أن يتأثر تصدير الذهب بالتحديد بهذا القرار أنا أعتقد أن صادر الذهب فيه إشكالية كبيرة جدا خاصة أن نحن في السودان نواجه كثيرا بمسألة الأرقام حتى الآن لا توجد أرقام حقيقية بالنسبة لصادر الذهب هناك كثير من الذهب يهرب ويصدر إلى الخارج عبر طرق مختلفة كثيرة جدا منها مطار الخرطوم بصورة رسمية ومنها منافذ كثيرة جدا على الحكومة أيضا عليها أن تعمل إحصائية حقيقة لهذا الإنتاج وترمم أيضا بعض المناطق التي ينتج فيها الذهب حتى نستطيع أن نصل إلى أرقام حقيقية لصادر الذهب والشركات العاملة داخل السودان من أجل تصدير الذهب إلى الخارج ولذلك أعتقد أن بنك السودان عليه مراجعة سياساته فيما يتعلق بإنتاج وتصدير الذهب وشراء الذهب إلى الخارج حتى نضمن عواعد بالنسبة لصادرات الذهب مربحة بالنسبة للسودان وحتى نضمن أيضا أن تكون هناك عواعد موجودة داخل بنك السودان باعتبارها احتياط حقيقي يمكن أن يستفاد منه في مسألة التمويل المقبلة بالنسبة للمصدرين السودانيين شكرك شكرا جزيلا للمحلق صديق عاصم إسماعيل كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من العاصمة السودانية الخرطوم سجلت المبادلات التجارية التونسية تقلصا خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية وشمل هذا التقلص الصادرات التونسية وكذلك الواردات وبلغ حجم العجز التجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو خمسة مليارات دولار تفاقم العجز التجاري في تونس خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الحالية ليصل لنحو خمسة مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كما وشهدت قطاعات الطاقة والفلاحة والصناعة تراجعا ملحوظا في وارداتها عجز الميزان التجاري الطاقي الذي يمثل تقريبا 38% تقريبا أكثر من ثلث العجز التجاري في تونس السبب الثاني هو انخفاض واردات تونس من مادة مهمة جدا وهي تعتبر استراتيجية في الاقتصاد التونسي وهو انخفاض مبيعات زيت الزيتون والسبب الثالث وهو انخفاض في الواردات قطاع الصناعة وقطاع الفلاحة أرقام قياسية توضح تدهور حجم الصادرات التونسية لتبقى من أبرز التحديات أمام أي حكومة جديدة ويرى مختصون أن علاج هذه المشكلة الاقتصادية العميقة يرتكز على تطوير الصادرات نحو الخارج لاسيما الصين وأوروبا الحكومة القادمة يعني ورئيس الحكومة القادم مطالبة بمحاولة تلافي هذا العجز التجاري الذي أصبح يؤثر بشكل واضح على الاقتصاد التونسي وهذا التلافي يكون بالخصوص عبر تطوير المبادلات مع هذه الدول الغير تقليدية في الواقع في تعاملها مع تونس كما قلنا مثل الصين وإيطاليا لا بد من تطوير المبادلات مع هذه الدول وتطوير الصادرات بشكل عام الصادرات التونسية يجب أن ترتفع نحو الخارج مقابل أيضا التقليص من الواردات التي لا تحتاجها أحيانا البلاد وفي الأشهر الأخيرة تواصل ارتفاع صرف الدنار التونسي أمام الدولار الأمريكي بشكل طفيف وهو ما أدى لانتعاشة للقطاع السياحي التونسي مع تفاقم العجز التجاري في تونس وتأثيره على الاقتصاد الوطني هل ستنجح الحكومة المقبلة في إيجاد حلول لهذه المعضلة؟ ياسر دمابش الغد تونسا سجلت علي بابا مبيعات قياسية في يوم العزاب الذي أصبح حدث تسوق الأكبر لمدة 24 ساعة على مستوى العالم وفي نهاية المهرجان أمس الاثنين بلغ حجم المبيعات نحو 38 مليار و300 مليون دولار وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 26% عن مبيعات العام الماضي ترى هل تشير هذه الزيادة إلى زيادة عدد العزاب في العالم؟ حديث بعيد عن عذابات المتزوجين انتهت جولتنا في السوق وإلى العنوين مصر تتوقع زيادة رأس مال صندوقها السيادي إلى تريليون جنيه بنوك لبنان تغلق أبوابها استجابة لدعوات الإضراب ختام جولتنا في السوق لهذا اليوم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر